اشتركوا في القناة لابد ان تبس فيه ابنائنا فبنقولها لكن ما بتجيش في الامتحان ما بتاخدش مننا وقت وبعد كده بنتضرب في قراءة متحررة ابنائنا اللي بيقولوا عايزين مراجعات عايز اقول والكلام ده بقوله كل مرة كل حلقة بيبقى فيه مراجعات والمراجعات مش لازم تكون امتحان كامل احنا عندنا منهج بنحاول نخلص منهجنا وبعدين نحط الامتحان لكن اوعدكم ان شاء الله ان قريب قوي هيبقى الحلقات كلها عبارة عن امتحانات على نمط ونظام امتحانات اخر العام يعني ممكن الحلقة القادمة ممكن يبقى عندنا مثلا لو لقيت ان احنا في المنهج مريحين شوية هقوم عامل امتحان شامل وابنائنا يتعلموا ويشوفوا نظام الامتحانات ايه ما كانش هيبقى بالكتير او الحصة بعد القادمة طيب قيم اجتماعية هذا الدرس من الدروس التي تتلاء مع عصر صدر الاسلام خدنا في الادب اثر الاسلام في حياة العرب واصر الفرس الفتوحات الاسلامية في حياة العرب النهاردة هنكمل المبادئ والقيم ديت من خلال درس قيم اجتماعية للدكتور شوقي ديف نشوف كده مع بعض حال العرب في الجاهلية عشان نعرف التغيير اللي حصل كانوا قبائل متنابزة لا يعرفون فكرة الامة انما يعرفون فكرة القبيلة وما يربط بين ابنائها بالنسب يعني دردشة عادية احنا بنتكلم فيها ان قبائل زمان كانت ما تعرفش فكرة الامة كانت العرب كلهم يعرفوا القبائل وكل قبيلة بتتعصب لايه لقبيلتها بتتعصب لافرادها تعصبا شديدا اذا جنى احدهم او احدهم جناية شاركته الايه القبيلة في المسئولية واذا قتل احد ابنائها هبت القبيلة للاغذ بايه بثأريه يعني المسئولية مشتركة ما بين الفرد والقبيلة جي الاسلام بقى غير الكلام دوت اضعف من شأن القبيلة واحلم حلها فكرة الامة وهي امة يعلو فيها السلطان الالهية على السلطان القبلي تخيل كده لو ما كانش ده حصل زمان تخيل كده هنيجي ناخد مصر مثلا كشريحة اجتماعية او كدولة من ضمن ايه الدول كنت هتلاقي مصر عبارة عن عائلات يعني عائلة فلان بها اهم حاجة عندها العائلة واسم العائلة مش هيبقى عندها اهمية الوطن اللي هو ايه مصر ففكرة الامة العربية هي دي كانت فكرة مسغرة للامة الاسلامية سرعان منتشرت يعني حاليا دلوقتي ما بنقولش مثلا الدولة كزا دي دول لا ده بنقول الامة كلها والامة دي ممكن تكون عدة ايه دول طيب هي امة يعلو فيها السلطان الالهي على السلطان القبلي يعني الحكم هنا لربنا سبحانه وتعالى وقدرة الله وسلطانه مش للقبيلة وقانون القبيلة وبالتالي احنا عارفين ان الدستور كان ايه ساعتها كان القرآن الكريم هو الدستورة الذي تأخذ منه الاحكاية طيب نقل حق الاغذ بالسقر ودي مهمة اوي طبعا كل قبيلة كان بتتعصب ولو حد مات من عندها تقوم القبيلة وتتقلي بالدنيا وده معارك ده في معاركة اسمها او حرب اسمها حرب البسوس عارفين حرب البسوس دي قامت بين قبيلتي تغلب وبقر عارفين استمرت كم سنة استمرت اربعين عاما وكل ده كان بسبب ايه مش بسبب كمان بقى يعني بشر ولا بسبب انسان ده كان بسبب ناقة شوفوا بقى ده ايه كانت تعصب ازاي ناقة ازاي جمل او انسى جمل من قبيلة بقر تتعرض للإيزاء يعني حتى ما تقتلتش ده هي ضربت بايه بسهب في ضرعيها فاختلط اللبن بالايه بالدم صاحبتها اول ما شافتها قالت ليه كانت اسمها البسوس قالت وازو الله وازو الله دي قومت حرب اربعين عام ما بين قبيلتين بكر وتغلب وراح ضحياتها الالاف من ايه من القبيلتين هنا بقى الاسلام نقل حق الاغذ بالسقر من القبيلة الى الدولة هو ده بقى اللي انت شايفه دلوقتي القوانين اللي بتطبق دلوقتي السقر لم يعد سلسلة لا تنتهي من الحروب والمعارك الدموية بل اصبح عقابا بالمثل يعني من قتل يقتل او يقتص منه حسب ملابسات الجريمة لان فيه قتل عمد وفيه قتل غير ايه عمد وفيه قتل خطأ كل دي انواع طب الكلام ده يحسمه ازاي ما يتحسمش مني انا كفرد ان حد قتل حد اروح لا كان الاول حد قتل من القبيلة دي تروح تاخد بالسقر وما الايه فيه قوانين فيه محاكمات فيه دولة فيه سيادة للقانون ويتطبق الكلام ده اذا هنا القصاص هنا بيدي ولي الامر ولي الامر في الموضوع ده هو الجهات المختصة طيب هنا اصبح واجبا على القبيلة ان تقدم القاتل هو ده بقى لقول الامر حتى يلقى جزائه يعني خلاص احنا عندنا حد جي قتل حد من عندنا او قتل من اي قبيلة خلاص احنا كده هنا يبقى هنسلمه للحكومة والحكومة هي اللي اتعجبه بدل ما يتقتل وديجي احنا نقتل واحد اصاده وهم يقتله واحد ونفضل بقى طول العمر نقتل في ايه في بعض الاسلام هنا جعل العرب بامة واحدة يتعاون افرادها على الخير امين بالمعروف ها وناهين عن الايه عن المنكر دي قواعد اجتماعية طب من ضمن القواعد الاجتماعية كلمة قواعد اجتماعية يعني تنظيم المجتمع يسودهم البر والتعاطف كأنهم اسرة واحدة تكافل ازيلت بين افرادها كل الفوارق القبالية لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالطقوة كلنا اخوة والجنسية اللي هي ده من دولة كذا ده من دولة لا كلنا اخوة وفوارق الشرف والسيادة مفيش سادة وعبيد مفيش عزماء وحقراء بالدليل على كده ايه ان الناس جميعا سواق في الصلاة كلنا الغني بيصلي الصلاة ركعتين عشان هو غني وصلاة الظهر مثلا والفقير يصليها اربعة عشان خاطر لا كلنا سواق وجميع المناسك وفي الحق والواجبات ويمكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في عدم لبس المخيط ونحن ايه نطوفه بالكعبة سواء كنا نعتمر او نحج بيت الله لايه الحرام عشان خاطر ما حدش يتفنن بقى في صنع الاحرام وتبص لا ده فيه هنا كلنا زي بعض ما يبانشي مين غني مين فقير كلنا وقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى المقياس هو لايه التقوى ان اكرمكم عند الله اطقاكم طيب الاسلام والمعاملات بين الناس يعني المعاملات دي بقى بتشمل ايه تجارة مواريس نظم العلاقة زكاة نظم العلاقة بين الغني والفقير يعني ايه يعني غني يدي الفقير من ماله فبالتالي الفقير مش هيحقد على مال الغني ولا يسرقه نظم العلاقات العامة كالمراس نظم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة وأوجب للعامل أجرا يتقاضى جزاء عمله اشتغلت تاخد أجرك يعني أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عركه أوجب على التاجر ألا يستغل الناس ده كمان حتى في البيع والشراء سماحة بأي وجه من الوجوه سواء في الكيل والميزان أو في التعامل المالي هنا بقى الإسلام وحقوق المرأة ودي النقطة بقى للإسلام أقرها منذ أكثر من 1400 عام ومن جيش نقول أن فلان أسم أمين محرر المرأة لا أسم أمين مش محرر المرأة أسم أمين حتى نفسه لما جيها تناول الأمور تناولها بإيه تناولها برضو في ظل الإسلام يعني قال والطائف الرحمنية الذي طاف في نبوس أو طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا لابد أن تنال المرأة منه أو تنال النساء منه نصيبهن وقال إيه بقى وأن نعمل معهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم إذن هنا هو استند للطائف الرحمني اللي هي تعاليم الإسلام ودي اللي نزلت في القرآن واستند لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا ما نحاولش أن نحن ندي الأمور أكبر من حجمها أسم أمين نفسه ما قالش على نفسه محرر المرأة إذن المرأة أخذت حقوقها منذ أكثر من 1400 عام والإسلام نظم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية نشوف كده مع بعض رد لها حقوقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية المرأة كانت بتعمل كأنها متاع تورص لا ترس جعلها كفءا للرجل لها ما له من الحقوق مثل العمل والتجارة كل الكلام دو موجود نظم الزواج وجعله فريضة محببة إلى الله ونعمة من نعمه هتقول لي تابو دا في حقوق المرأة طبعا الزواج دا أكبر حق للمرأة الإسلام هنا بيعاملها معاملة كريمة بدل ما كانت بيعتدى على عرضها وكانت تعامل معاملة الجواري والعبيد وكل الجواري تحت أمر سيدهم لا دا أصبح زواج المرأة لها ذوج واحد وده في عفة وده في احترام لأدميتها دعا في أكثر من آية إلى معاملة الزوجات بالمعروف يعني في أكثر من الآيات كل رجل عليها أن يعامل زوجته بالمعروف في الإسلام أقرى ذلك كمان جعل للرجل حق الرعاية أوجب عليه أن يرعاها مش بس كده دا عظم من شأنها فشاركت في الأحداث السياسية في عصر صدر الإسلام لما تتابع كده هتلاقي كان فيه المرأة كانت بتذهب في المعارك لتضمد الجرحة وتسكي المرضى وفيه بطولات شجاعة قامت بها النساء ويذكرها التاريخ إذن المرأة أصبح لها شأن كبير وهذا حقها ليس يعني مش مجاملة مننا هذا حق المرأة وفعلا المرأة نصف المجتمع ودي حقيقة لا ينكرها إلا الجاحدون حرية العقيدة رعى الإسلام حقوق الإنسان يقوله تعالى لا إكراها في الدين يبقى الناس لا يكرهون على الإسلام يبقى كده ضرب الإسلام مثل في التسامح الديني وهنا الإسلام كان هدفه أن ترفرف على البشرية ألوية الأمنة والطمأنينة ضمن الحرية لكل من عاش تحت الظلاله خد بالك مسلمين وغير مسلمين لا لأداعيه فقط يعني الإسلام لما كان بيفتح أي بلد كل الناس بتعيشوا في حاجة اسمها حرية العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حرية العقيدة لنصارى نجران وأعطاهم الأمان ألا تمسك نائسهم أو معابدهم أو صلبانهم وألا يكرهوا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده واقتضى من بعده مين الخلفاء الرشيدين والكل يعلم العهدة العمرية التي أعطاها سيدنا عمر بن الخطاب لمين أعطاها لنصارى بيت المقدس وطبعا لهم الإخوة المسيحين إذن هنا الحرية الدينية والتسامح الديني ده إحنا قضوة اقتداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دي حقوق كل إنسان يعبد ما يشاء خلاص دي حرية دينية إحنا ما ننشن إحنا نتدخل إيه فيها ولا نكره أحد ربنا سبحانه قال كده لا إكرهها في الإيه في الدين يبقى الإسلام كفى للحرية ليس للمسلمين فقط ولكن للجميع لماذا؟ لأنه أراد وحدة النوع الإنساني وحدة يا عموها العدل والرخاء والإسلام كده إحنا خدنا مع بعض الجزء اللي إحنا المفروض أن إحنا نخده مع بعض إيه هو الجزء ده اللي هو النص بتاع قيم اجتماعية يبقى إحنا كده مشينا في منهجنا ونقلنا القيم والمبادئ التي أرادت وزارة التربية والتعليم أن تبصوها في نفوس أبنائنا حتى ينتشر بين أبنائنا السماحة عدم التعصب الاعتدال لازم يبقى فيه يسر كده في المعاملة ونبقى نعلم أن كلنا مصريون ده شعرنا كده يبقى كلنا إيه مصريون ما تقسمش الناس على أساس ديني ولا على أساس جنسي ولا على أساس عرقي خلاص كلنا بنعيش على وطن واحد على أرض إيه وحدة طيب نرجع بقى للطلبة بقى بتوعنا ونظام الامتحان بعد ما أخدنا المعلومات عايزين نفيدهم أكتر من خلال التدريب على القراءة المتحررة يبقى أنا لما أجي أتكلم على القراءة المتحررة النهاردة يبقى أنا كاين نجيب لك جزء من الامتحان مراجعة هجيب قطعة ونبدأ نتدرب عليها بس خدوا بالكو القطعة نحن بنجيب قطعة في الأول فيها سلاسة شوية يعني قطعة إلى حد ما يبقى الطالب هنا عشان خاطر الطالب بيشاهدها من خلال شاشة قناة مصر التعليمية وما عندوش الوقت أنه يقعد يفكر في عمك لأننا مش أحط السؤال واستنى ربع ساعة على ما نحن نقعد نفكر مع بعض فبالتالي لازم في الأول أجيب يعني قطعة قراءة متحررة متدرجة أجيب لك حاجات سهلة ونصعب نصعب لغاية آخر امتحان إن شاء الله الفكرة بس هنا أن احنا ما بنجيبش قطعة هتلاقيها في الامتحان ده طبيعي لأ لأن ألاف النصوص موجودة في الكتب ووضعوا الامتحان أكيد بيحطوا حاجات بعيدة كل البعد ولكن احنا بنتدرب على الفكرة نفسها على الأفكار ونشوف كده مع بعض أول حاجة بتقول ضغطة زر على جهاز حسوبك بص والسؤال بيجي لك كده الكراءة المتحررة مثلا اقرأ الفكرة التالية ثم اجيب بعدين يجيب لك الفكرة الفكرة المفروض بتبقى طويلة شوية فاحنا بنحاول نجيب فكرة قصيرة لكن بعد كده لما هنجيب طويلة هنجيبها على أكثر من لوح ضغطة زر على جهاز حسوبك جهاز الكمبيوتر يعني تدخلك إلى صفوف الدراسة يبقى أنا جيب لك قطعة معلوماتية صفوف الدراسة في الجامعات الأمريكية أو البريطانية أو في أي جامعة أخرى في أي دولة تختار يبقى أنا بنتكلم على التعلم عن بعد وكانت جامعة لندن أول جامعة تدخل نظام التعلم عن بعد عام 1858 ميلاديا لطلبتها الذين تحولوا ظروفهم دون الانتظام في قاعات الدراسة ثم أخذت الولايات المتحدة بهذا الإسلوب خد بالك لندن بعدين أمريكا حيث تأسست برامج التعليم بالمرسلة عام 1874 بعد كده العرب ولم تتأخر التجربة العربية في التعلم عن بعد عن مسيلتها الغربية حيث أدركت الحكومات أهمية قيام الجامعة الجامعات المفتوحة ودورها في توفير مقاعد للدارسين بتكلفة أقل من الجامعات النظامية وتعليم فعال أثره إذن هنا أدينا جبنا فكرة والفكرة دي اتكلمنا فيها عن كذا حاجة اتكلمنا فيها عن إن لندن أول جامعة طبقت التعلم عن إيه عن بعد وبعد كده أمريكا وبعد كده العرب ما تأخروش كتير بس هم عملوا كده لأن هم لقوا إن فعلا إن ده بيوفر أو بيوفر تعليم فعال أثره ومتكلفة إيه أقل بدل ما وفر لك مقعد في مدرسة أو وفر لك كرسي في إيه في جامعة لا ده أنا كده ممكن وإنت قاعد في البيت تتعلم حاجة تانية تعليم موازي للتعليم الأساسي وده اسم التعلم عن إيه عن بعد طب الفكرة الرئيسة خد بالك لما يقول لك فكرة رئيسة غير لما يجي يقول لك العنوان مثلا المناسب طيب في أفكار جزئية أنا تكلمت عن كذا حاجة تكلمت عن جامعة لندن وتكلمت عن أمريكا وعن العرب هنا بقول لك الفكرة الرئيسة في هذا الموضوع الموضوع بيتمحور حول هذا الموضوع طبعا خد بالك إيه أنت بتسمعها دايما الفكرة الرئيسية لكن هي التعبير الأدك والأصح إن أنا أقول الفكرة الرئيسة تفوق جامعة لندن تاريخ التعلم عن بعد الأولى والثانية استهتار العرب إذن هنا تفوق جامعة لندن ذكرت آية أستاذ تاريخ التعلم عن بعد الموضوع كله بيتكلم عن لمحة تاريخية عن التعلم عن بعد الأولى والثانية أنا بقول فكرة الرئيسة مش أفكار جزئية استهتار العرب طبعا دي مستبعدة نهائيا إذن هنا أنا طبعا ممكن يطالب يقوم أي للأولى والثانية لا هي الفكرة فكرة جامعة لندن زكرت كده وتفوقها زكرت كفكرة جزئية لكن الفكرة الأساسية هي تاريخ التعلم عن بعض لأنه هو ده الموضوع الأساسي اللي أنا بتكلم عنه أنا لما جبت لندن لما جبت أمريكا لما جبت العرب عشان خاطرات دي تسلسل تاريخي لتاريخ التعلم عن بعض يبازن هنا تاريخ التعلم عن بعض تشير الفكرة إلى أن أول دولة تطبق نظام التعلم عن بعض واحد هيقول لك دي سهلة او يا استاذ ماشي سهلة بس انا جايبها لك فيها شغل شوي جايبها هنا كده عامل تكامل بين مادة اللغة العربية ومادة الجغرافية عواصم الدول بقى هنا لم يذكر في الفقرة انجلترا ذكرت امريكا باسمها الولايات المتحدة الامريكية لم تذكر النمسا لم تذكر المانيا طب هنا يبقى الطالب هيقول امريكا عشان هو ما اشافش انجلترا طب نجيب له القطعة كده وكانت جامعة لندن فالطالب اكيد اللي دارس جغرافيا واللي دارس عواصم الدول فاهم ان جامعة لندن يبقى اكيد بتقع فين اكيد بتقع في مدينة لندن طب ولندن دي ايه لندن دي عاصمة ايه انجلترا يبقى ايزا هنا الاجابة هتكون اول دولة تطبق الكلام ده هتبقى انجلترا طيب تأسست برامج التعلم بالمراسلة في جامعات امريكا تواريخ ودي سهلة ده سؤال سهل ما اخد بالك اللي انت حمش كله هيبقى يعني زي ما بيقولوا كله محتاج منك عمك لا لازم هيبقى فيه مستويات متدرجة فلازم اجيب لك سؤال ايجابته موجودة في القطع وتلاقيه بسهولة مثلا طبعا سؤال التاريخ ده سهل بس هي التاريخ كلها من لغبطة فلازم تختار صح 1774 ولا 884 ولا 1874 ولا 1847 الارقام كلها تشبه بعضها ارجع للفكرة هلاقي 1858 ده لندن طب ما ال 1874 ده كمين ده كان الولايات المتحدة ايه او اللي هي جماعات ايه امريكا طيب وكانت جامعة لندن اول جامعة ما تحته خط فعل اه اه خد بالك في اللي امتحان ما بيجيبش نحو افهم بقى معايا المعلومة دي كتا احنا متفقين ان دي قطع ما بيجيبش نحو في وسط القراءة المتعددة اللي هو موضوع القراءة المتحررة وان كان كل شيء يعني ما نستبعدوش لو هم عملوا كده خلاص ما نقدرش اللومهم طالما من المنهج وتبقى حاجة كويسة تنشط معايا الموضوع طب مال ايه القصة القصة انا دلوقتي في حلقات عايزك تفضل فاكر منهج النحو احنا خلاص خلصنا منهج النحو وخلصنا منهج البلاغ فعايزك تفضل فاكر منهج النحو فلازم كل فرصة تجيلي ان انا اجيب لك حاجة في النحو اجيبها لك هنا بيقولك كانت كانت جامعة لندن كانت دي هو عايز يعرف فعل اقتام ولا فعل ناقص ولا فعل مبني ولا التانية والتالتة طب ابناءنا الطلاب عايزين يفهموا ايه تام وايه ناقص هم فاهمين بس عايزين نفكرهم تاني الفعل التام اللي هو يكتفي بمرفوعه ولا يتعداه لينصب خبرا اللي كانوا اخوتها او افعال المقربة والرجاء والشروع طب ايه ما هناك كانت يبقى كانت يا استاذ لو لقيتها ما لهاش خبر هتبقى تامة ويبقى كلمة جامعة فاعل ولو ما لقيتهاش او لقيت لها خبر هتبقى ناقصة وكلمة جامعة اسم يبقى دور كده وكانت جامعة من اللي كانت جامعة لندن ما هي لندن دي مضافة ليه مالها اول اذا هنا الخبر كلمة ايه كلمة اول خلاص يبقى الفعل ناقص هتقول للايجابة ناقص هقولك استنى لا حاسب انت قريت الباقي هي هنا كده كلمة تام مستبعدة لان ما ينفعش اقول التانية والتالتة لان تام وناقص اتنين عكس بعض وهنا انا قلته لكم قبل كده ده تفكير علمي استحال التأكيد الشئ وعكسه في نفس الوقت طب اشوف مبني ما هي كانت دي يا استاذ فعل ماضي والفعل الماضي انت قلت لنا دايما مبني يبقى على طول ناقص ومبني تبقى على طول الثانية والثالثة والعملية سهلة السؤال اللي بعده اعراب كلمة الولايات الواردة في الفقرة اعراب كمان يا استاذ اه ما هو مرتبط بقعدة تانية الاول بيقولك اسم اخذت ولا مبتدأ ولا مفعول به ولا فاعل في طالب بيقولي يا استاذ احنا هن يعني زي بيقوله هنشتري سمك كده في مياه لا اما تصطد السمك واتطلعه نشوفه يعني هيقولي هاتل القطعة جبت لك القطعة ثم اخذت الولايات المتحدة يبقى هنا فيه اخذت اه ففيه طالب على طول اول ما شاف اخذت وقال اخذت من الولايات جري على اسم اخذت هقولك اجابة خاطئة ما فكرتش فاكر لما ديتك الدرس وقلت لك اخذت او كادت او او شكة او عسى او اي فعل من افعال المقاربة والرجاء والشروع بتعمل عمل كانة واخوتها يعني يا استاذ بترفع اسمها وتنصب خبرها انا ما جدبتش ما انا بقولك اسم اخذت مرفوع لا افتكر الشرط اللي انا حطته لك قلت لك فيه شرطين الشرط الاولاني ان يأتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع يعني هنا ما ينفعش مثلا اقول اخذت طالب الكتاب كده خلاص ما بقاش فعل شروع لازم اخذت طالب يذاكر خلاص في الحالة دي يتيبقاش شغالها معك السبب التاني او الشرط التاني ان جميع افعال المقاربة والرجاء والشروع لا تعمل الا في صيغة الماضي ما عادها فعل ايه كم فعل فعلين اللي هم مين اللي هم كادة واو شكا ممكن اقول يا كاد تكاد ممكن اقول يوشك او ايه او توشك طيب تعال كده نشوف بقى جملتنا ونرجع لها ثم اخذت الولايات المتحدة بهذا الاسلوب فين الخبر الجملة الفعلية مفيش اه اذا اخذت هنا دي مش بمعنى خد بالك مش بمعنى بدأت واذا هنا هي مش فعل شروع يبقى الولايات على طول لو رجعنا للاختيارات هتبقى ايه اسم اخذت لا مبتدأ لا ما هي اخذت دي اصلا فعل والفعل لازم له ايه لازم له فاعل يبقى الولايات هتبقى ايه فاعل في طالب تاني عمال يقول لي يا استاذ انا كده تهد طب انا لو عايز اخذت دي تبقى ايه الولايات دي تبقى اسم ايه تبقى اسم اخذت هعمل ايه هقولك السؤالة هون من غير ما تتكلم سؤالك موجود ليكون إعراب كلمة الولايات اسم أخذ نقول أخذت الولايات المتحدة بص فيه اختياراتها هي بقى يبقى هنا بقول إيه أخذت الولايات المتحدة احنا اتفقنا يا أستاذ تبقى للي أنت قلته لازم يجيكم خبرها جملة فعلية أخذت الولايات المتحدة تطبيق ده إيه يا أستاذ يبقى ما تنفعش أخذت الولايات المتحدة تطبق تطبق وردة معانا بهذا الإسلوب ما تنفعش عشان بدأ بجر ومجرور أن تطبق شغالة معايا يبقى كده هيبقى عندي اتنين تطبق هذا الإسلوب ولا أن تطبق هذا الإسلوب الطالب الشاطر قال لي الفيصل هنا هيبقى لقعدة اكتران ها خبر أخذ بأن إحنا عارفين طب إيه رأيكم لو نشوف بقى مصطفى بن قاسوتي يمكن هو اللي يجاوب لنا على السؤال ده سلام عليكم مصطفى نا جب سلام عليكم ازايك عامل ايه بحمد الله كويس متابع معا الحلقة زي انا شوفت الدقيقة بعد كده ويتي التلفون التلفزيون فاصل طب انت شايف الشاشة دلوقتي لا صراحة يعني مش شايف الشاشة طب عايز ايه مصطفى السؤال ولا حاجة كان عندي استفسار بس تفضل ايه مصطفى ونظام التابلت بعد اذنك يعني يعني الاسلة مش عارف الإجابات بتاعتها أجيبها منيا أو حتى أتطلع عليها فيها ممكن تساعدني مش فاهم انت انت دلوقتي بتنتحن على التابلت انت امتحنت على تابلت اصلا يا مصطفى لسه لا انا على الاسئلة الاسئلة جبتها منين يا مصطفى من على مواقع ولا جبتها منين لا اللي في الملخص مثلا او ماشي اللي هنتحن فيها بعد اذنك يعني الاسئلة اللي مفيش حاجة اسمها انت الاسئلة اللي هتنتحن فيها محدش عارف الاسئلة اللي انت هتبتحن فيها مصطفى افهم مني اللي هقوله لك كويس بص يا حبيب انت تدرس المنهج بتاعك بتاخد البلاغة بتاخد والكلام ده يبقى المصطفى والكل يعني ابناءنا الطلاب بتاخد منهج بلاغة بتاخد منهج نحو بتاخد منهج أدب ده من كتاب المدرسة والمنهج ده لازم تركز فيه كويس لما هتجي لك اسئلة هتحل من خلال اللي انت درسته يا مصطفى العملية مش سعجزية طيب الكراءة بقى المتحررة والنصوص الايه المتحررة الكراءة المتحررة والنصوص المتحررة هتجي لك قطع من بره خالص هتقرأ وتحاول انت تفكر في الاجابة وهو جايب لك اختيارات في الاربع اختيارات فيهم اختيار هيبقى فيه الايه هيبقى فيه الاجابة انت بس ما تجريش ورا الامتحانات اللي هي بتحاول تعقد الطلاب وتبين لهم ان هم مش فاهمين والكتب اللي هي المشبوهة لا انت تحاول تشوف حاجات يعني من حاجات على موقع الوزارة تشوف ان شاء الله ينزلون لنا نمازج استرشدية تابع معايا في الحلقات انا بجيب كل مرة امتحانات والفترة اللي جاي ان شاء الله يبقى فيه قبل الامتحان حوالي 3 او 4 امتحانات تابع معايا وهنقولهم وهنجاوبهم ان شاء الله لا عدد لك يا مستر طب ما عليش يعني اتفضل انا من الطلاب اللي هم بيخافوا يسيبوا مسألة مثلا غلط يعني يحلوا مسألة غلط يعني التوتر في الامتحان لا لا بص بص يا مصطفى لا 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 الامور هتبقى بسيطة عايز اقول لك الحاجة والوقت معاك كفية جدا جدا وما لكش بص يا مصطفى عشان تحل صحي في الامتحان وتحل كويس انت لسه بس مخطش التجربة تجربة التابلت جديدة عليك لكن الموضوع كأنها ورقة بالزبط بس هتوفر عليك ان انت مش هتقعد تكتب ده هيوفر بجهودة بس انت عايز تسمع نصحتي عشان خاطر تبقى طالب كويس ومركز في الامتحان لان انت شكلك من نوع اللي بيزاكر طالما بتخاف على الدرجة يبقى تقعد في الامتحان انسى ان في حد جنبك انسى ان في طالب جنبك او طالب وراك ما تلتفتش غير لاجاباتك وعقلك يبقى مع السؤال وفكر فيه وبعد كده هتيجي تتصل بنا وتقول لنا ده الموضوع ده اسهل ما يمكن طب عزيزنك يعني المدرسين في المدارس مثلا يعني انا بتكلم عن نفسي تفضل المدرسين في المدارس يعني بيخشوا او الشرح يعني النظام الجديم حتى الشرح اللي في الملخص بص يا بص يا بص يا بص يا مصطفى انا لا املك الا نفسي وانا عارف ان زملائي معلمة ومعلمات اللغة العربية اشخاص على درجة عالية من العلم والاحترام انت بش انت بتتبعني في الحلقات ولا بتتبعنيش بتابعك خلاص هو ده النظام والسيستم اللي المفروض يبقى موجود في الفصول ان انا اجيب لك النص متحرر اجيب لك الكراءة ادي لك معلومة عنها واجيب لك قطعة متحررة هو ده النظام امشي معايا واحضر برضو مع مدرسينك افهم منهم المنهج على القل في النحو والبلاغة والادب الكراءة والنصوص هو مجبر لازم يشرحها لك لان وزارة التربية والتعليم من هزيلها لك منهج ولو في حد تابعه لا مش شريحها هيبقى فيها مشكلة مش عايز طبعا اضيع وقت الحلقة يا مصطفى عشان خاطر زملائك هنكتفي بس بالاستفسارات دي واشكرك واشوفك ان شاء الله تتصل بها الحلقة اللي جاي طيب معلش انا عايز بس ابنائي ما يقلقوش يا جماعة ما تقلقوش الموضوع يعني في قدراتكم انتوا تقدروا ما تخليش ثقتك بنفسك ثقتك اولا بالله سبحانه وتعالى وثق في قدراتك وصدقني يعني عايز اقول ايه ان النظام مدى عم مدى الناس بتفهمه وبتستوعبه والمدرس في المدرسة معزور غصبا عنه انه عنده منهج لازم يشرحه بس هوجه رسالة لزملاء المعلمين والمعلمات لما يكون هتشرح نص ما تشرحوش بالطريقة التقليدية ان انت تيجي تقول المعاني ما ظهر الجمال لان الطالب مش هيسأل فيها ولكن اعمل له عملية الصور الجمالية في اسئلة اختياري زي ما بنعمل كده والمعاني عايز تجيبها له وعملها له في اختياري زي ما بنعمل عشان تبقى انت كده دربت طالب ونقلت الايه المنهج بتاعك ودي امانة طبعا انا عارف ان انت لازم الممتع بتاع مصطفى اخذت الولايات المتحدة تطبق ولا ان تطبق الطالب الشاطر قال لي ان اخذت دي افعال شروع وقاعدة افعال الشروع يمتنع يا استاذ اقتران خبرها بان يبقى هول اخذت الولايات المتحدة تطبق هذا الاسلوم طيب يبقى انا رجعت كده اخد بالك تلت قاعدات رجعت القاعدة الاولى تلت قواعد القاعدة الاولى قاعدت اخواتها كانت تمة وكانت نقصة وقعدة أفعال المقربة والرجاء والشروع أخدت جزء منها اللي هي أفعال الشروع وشروط العمل ايه بتاعتها واكتران خبرها كلمة المفتوحة الواردة بالفكرة مشتقي بدخلت على إعمال المشتقات اللي هما اسم الفاعل سياغ المبلغة اسم المفعول هنا احنا عارفين ان اسم الفاعل سياغ المبلغة اسم المفعول مشتقين طبعا من الايه من الفاعل معانا بنتينا من اسكندريا سلام عليكم طيب على ما تيجي بنتنا نشوف الكلام دوت احنا قلنا ان اسم الفاعل اسم المفعول سياغ المبلغة دي بتشتقي من الأفعال يمكننا انا في حلقة من الحلقات قلت على سياغ المبلغة بتشتقي من اسم الفعل هي بتأتي من اسم الفعل لكن هي بتشتقي من الفعل طبيعي والفعل السلاسي بقصرة وغير السلاسي بإيه بنضرة وطبعا ده بيبقى في وزن في الغالب بيبقى في وزن مفعال زي معطاء من ايه من اعطى ولكن هي التعبير اللي انا كنت اقصده ان هي بمعنى اسم الفاعل ولكن تزيد عليه في القصرة يعني مثلا لما اجي انا بقول مثلا على فلان صادق غير لما اقول عليه صادق صادق يعني ممكن يكون كان صادق لمرة لكن الصادق دي هنا القصرة القصرة الايه قال صادق كلمة المفتوحة احنا عارفين ان احنا عندنا الميزان الصرفي وعندنا الاوزان بتاعت اسم الفاعل اسم المفعول سيغ المبلغة مفتوح اقولك اوزن الكلمة مفتوحة سيبك من الالف واللام التق المربوطة يبقى مفتوح على وزن مفعول خلاص يبقى ده فعل سلاسي من الفعل فتحة مفتوح ده اسم ايه مفعول الايجابة بتاعتي السؤال هنا بساعدك عشان لما جيب لك بعد كده كلمة فعال انت فهمت اللعبة بقى فعال على وزن ايه هي على وزن فعال الكلمة فعال ووزنها فعال دي من اوزان سيغ المبلغة يبقى انا كده ممكن اقول مراجعة سريعة اسم الفاعل يأتي من السلاسي على وزن فاعل فاعل زي كتب كاتب من غير السلاسي يأتي على وزن مضارعه مع ابدا الحرف المضارعة ميما مضمومة يعني انتصر ينتصر مو واكسر ما قبل الاخر منتصر انما اسم المفعول بيأتي من السلاسي على وزن مفعول زي ضربة مضروب عرفة معروف فتحة اللي كانت معانا مفتوح ولكن السلاسي دا لو كان اجوف هنا اجوف يا ايه هيجي زي مبيع يبقى هنا تاخد بقى الفعل اللي يجي لك صارة يسير ومصير اجوف واوي هيجي زي مقول قال يا كله مقول يبقى صمى يصوم ومصوم طب ولو ناقص هيجي زي مهدي لو كان اجوى نقص يائي زي جرى مجري جرى يجري مجري او نقص واوي زي دعا يدعو مدعو فهنا هتبقى عندك ايه عندك رجع يرجو مرجو وده السلاسي غير السلاسي يأتي على وزن مضارعه مضارعه المبني للمجهول مع ابدال حرف المضارع عميما مضمومة وفتح ما قبل الاخر يعني مثلا على سبيل المثال استخرج يستخرج مستخرج هناك فرق بين المستخرج وبين المستخرج يعني لما اجا اقول ايه الطالب مستخرج ها مستخرجا لشهادة نجاحه يبقى مستخرج هو استخرج مستخرجا او مستخرج دي يعني شي انا قمت بايه باستخراجه فالاولى اسم فاعل والتانية اسم فاول وما لصيغ المبالغة يا استاذ خمس او زي فاول فعيل فعال مفعال فاعل طب ما انا عندي فعال هنا يبقى نشوف كده ايجابتنا كلمة فعال الوريدة بالفكرة مشتق نوعاه اكيد صيغة ايه مبالغة ودي ايجابة السؤال بعد كده اعراب كلمة اثروه الله اثروه دي فين يا استاذ ما احنا متفقين لازم تجيب لي الفكرة الاعراب فرع المعنى طب شوف الاختيارات الاول فاعل ولا نعت ولا مضاف اليه ولا مفعول به اهيه وتعليم فعال اثروه الطالب يا استاذ يقول لي فعال اثروه اثروه دي ايه قبلها اسم والاختيارات اللي حضرتك جايبها يعني جايب لي اختيارات بتقول لي فعل طب ازاي وقبلها اسم نعت بس هي مش تعليم فعال اثروه ما بتوصفهاش مضاف اليه مش مضافة حتى ليها عشان انت نونت قلت فعال والتنوين يحزف عند الاضافة مفعول به ما هو ما فيش فعل هقولك بص يا سيدي كده فعال احنا قلنا صيغة مبالغة وسيغة مبالغة عاملة يبقى مين اللي فعال اثروه يبقى اثروه فاعل وتليفون من القاهرة حنان السلام عليكم يا حنان عليكم السلام حنان صح ولا منال لا حنان حنان طيب متابعة معايا الحلقة اه متابعة تحب تشاركي ولا عندك سؤال لا ما عندك سؤال استفسار برضو يعني مش سؤال اتفضل اسأل يا حنان الوزارة هتقبل طلاب منازل ام لا تاني بس عشان مش مش طلاب المنازل هيتمتحنوا على التابلت ولا لأ لا مش كده الوزارة هتقبلهم قبل ايه بصي انت انت طالبة منازل الاول اه طالبة منازل هتمتحني عادي مفيش اي مشكلة المنازل شغلة معانا مش ملغية وهتمتحني بالنظام الجديد بس الفارق انه ممكن ما تبقاش معاك تابلت لو معاك تابلت خلاص مفيش ازمة لو هيسلموكي لسه ما جاتش حاجة رسمية بس انا بكلمك على طلاب العام الماضي طلاب العام الماضي امتحنوا ورقي وامتحنوا ايه الامتحان اللي ابنائنا كانوا بي ايه بيمتحنوا عادي جالهم الامتحان او امتحان اخر بس ورقي ونفس النظام اللي احنا شغالين به يعني شغلك معانا مش هيضرك في اي حاج ماشي شكرا يا بس لا عفو ماشي اه تسألوك كتير يا اول ابنائنا بس انا عايز اقول طبعا انا سعيد ان انا اكون قابس التمأنينة في قلوبكم بس يعني عايزين ندي نفسنا فرصة للشرح اكتر ونبقى استفساراتنا في الايه في المنهج يعني الاسئلة التانية دي لها برامجها الحوارية يعني ممكن نتصل في برنامج اسمو حديث التعليميّة beenege يوم الثلاث يوم الثلاث ممكن نتصل من 6 ل7 نسأل الاستفسارات الخاصة هيبقى هيبقى اه هيبقى لا انا بكلم على حديث التعليمية الخاصة بالاستفسارات ديت اللي هي الاستفسارات التعليمية دي ممكن يبقى يوم التلاتة مايلا استاذ سيد مصطفى بقيت الايام التانية ممكن يبقى فيه برضو تتصل برضو اسأل بس انا قلتلك يوم التلاتة بالذات عشان هتلاقي حد يرد عليك رد منطقي عشان بيبقى فيه ضيف دايما بيبقى فيه ضيف من وزارة التربية والايه والتعليم طيب هنا السؤال ده جميل قوي كلمة فعالي يا أستاذ انت أعرفت لنا أثره فاعل وقلت هلنا كده بسرعة وما قلت لناش هي أصلا فعال سيغة مبالغة عاملة ليه أولا يا أستاذ سيغة المبالغة العاملة لما تكون ناكرة لازم تدل على الحلقة والاستقبال هقول لك عادي جعل الجملة وتعليم فعال فعال ايه أثروه هل أنا قلت مبارح ما قلتش مبارح طيب ويتوفر فيها شرط تاني هنشوفه مع بنتنا ملمينيا سلام عليكم هلو سلام عليكم ازايت متابعة الحق طب أنا عايزك تسمعيني يا منا من من التلفزيون من التلفون مش التلفزيون فاتوطي صوت التلفزيون دين مرة واحد ماشي اه شايف هنجيب لك الشاشة دلوقتي تحب تشاركي معايا ولا عندك سؤال عندي سؤال طيب اتفضلي سؤالك في ايه بلاغة ماشي تفضلي عطاء هو بيت انا عايز اسمع بقى عشان اكتب ماشي عطاء كضوء الشمس عطاء كضوء الشمس عم عم في المغيب في المغيب فمغيب عم دي يعني انتشرة في ايه التانية مش سامعها فمغيب فمغيب مغيب فمغيب ماشي انت عايزة نوع التشبيه لا هو بيتين في بيت تانية اه طيب قولي طب اقولي بات اللي فيه سؤال طب طيب ماشي قولي بس عشان نكتب بخط كويس قولي حيات وموت واحد منتهاهما حيات وموت واحد منتهاهما واحد كلاهما منتهاهما واحد ايه منتهاهما منتهاهما عملين شطة بكتير كذلك كذلك غمر الماء غمره الماء يروي ويغرقه غمر الماء ايه يروي يروي ويغرقه وي ايه ويغرقه ايه عايز نوع التشبيه عايز نوع التشبيه طيب بص هبول حيات وموت واحد ها منتهاهما يعني الحياة والموت بينتهوا كده كده انت هتعيش وكده كده هتموت كذلك ايه غمره الماء يروي وايه ويغرقه يعني ناس بتعيش وناس بت ايه بتموت خدي بالي هو لو ما كانش قال كذلك هنا كنا ممكن نقول تشبيه دمني لكن انا شايف هنا ان التشبيه تشبيه تمثيلي تشبيه ايه تمثيلي ليه لان التشبيه الدمني لا يصرح به هو هنا قال حياته ونموت واحد ومنت هما كذلك اه هنا ربط هنا ما بين المشبه والمشبه ايه به ماشي يبقى ايه اذا هي التشبيه نوعه تمثيلي فيه سؤال تانية مننا اه شكرا طيب شكرا لمننا وشكرا لابنائنا اللي بيتصلوا كلمة فعال الوردة بالفقرة صيغة مبلغة عاملة لاعتمادها على الطالب عايز يفهم نفي ولا استفهم ولا مبتدأ ولا موصوف اذا هنا نرجع للايه للفقرة تاني هو بيقولي وتعليم فعال اثره فعال هنا نعتل تعليم يبقى على طول معتمد على ايه على موصوف السؤال اللي بعد كده بيقولك استنتج من الفقرة سبب ادخال جامعة لندن نظام التعلم عن بعض احنا متفقين اتفاق كده مع بعض لازم نبقى عارفينه ايه هو ان ما يجيب لي سؤال استنتج وارد ان انا لقي كلمات مفتاحية في الفقرة الدليني عليه ووارد ان انا ملاقيش وانا اللي استنتجها بس هو هتلاقي كلمات مفتاحية وارد الاقي الكلام قريب ممكن اخد كم كلمة من اللي موجود وازود عليهم ووارد ان انا ملاقيش طب هنا احنا قلنا بنتدرك في الاسئلة فالعملية لسه مش عايزين نصعب عليك هنا بيقول استنتج ايه استنتج سبب هنا لادخال جامعة لندن نظام التعلم عن بعد ادي الفقرة هي بتاعت وكانت جامعة لندن طبعا في طالب هيقول يا استاذ دي سهلة ما الاجابة موجودة لا ما هيخد بالك اصل دي القطعة دي انا مكبرها دول لو كنت انا جبت لك القطعة كلها كنت هتلاقيهم اقل من سطرين في الايه في القطعة لكن انا عمل لها عملية تكبير فانت بتهالك ان الاجابة هتلاقيها بسهولة وكانت جامعة لندن اول جامعة تدخل نظام التعلم عن بعد ليه لطلبتها هو ما قالكش ليه ولكن بقول لك الذين تحول ظروفهم دون الانتظام في قاعات الدراسة يبقى وسهل هالك يبقى هنا عملت الكلام دوت ليه عشان خاطر الطلبة بتوعها بظروفهم بتمنع انتظامهم في قاعات الدراسة وده زي ابنتنا اللي كانت بتتصل من ايه من شوية مننا طالبة الايه المنازل ممكن تكون ظروفها بتحول دون زهابها الى المدرسة فبتاخد النظام نظام منازل انها بتذكر في الايه في البيت ايا كان الظروف دي بقى باخد بالك الظروف دي بيدخل فيها ضمن ان انا مثلا ما جبتش مجموع السنوية العامة او بيدخل في ظروفها ان انا خلصت تعليمي وباخد سنوية عامة تاني من جديد عايزة اخش كلية تانية كلية ايه احسن كل دي بتعتبر ايه ظروف ويمكن زمان كلنا نسمع عن الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي كانت تلقب ببنت الشاطئ رحمة الله عليها اللي كان اساسا ظروف العيلة او التقاليد بتمنع ذهابها الى الايه الى المدرسة كان البنت بتتعلمش بسهولة عشان تعرفوا النعمة اللي انتوا فيها حاليا امال ايه اللي حصل اللي حصل انه طبعا بمساعدة امها المكافحة وجدها وكان رجل من رجال الازهر وابوها اتعلمي اتخدت بنظام المنازل نظام المنازل بس لما جات بقى تخش الجامعة ما كانش في في الجامعة بقى النظام بقى اللي هو الحالي اللي هو الانتساب او اللي هو التقجامعة المفتوحة او التعلم عن بعد فطبعا اضطرت او اهلها اضطروا يوفق انها تروح لايه الجامعة اذا عايز اقول هنا ان هي عملت الكلام ده لايه لطلبتها الذين تحول ظروفهم دون الانتزام في قاعات الدراسة طيب استنتج من الفكرة سبب استجابة الدول الغربية لتجربة التعلم عن ايه عن بعد احنا عايزين نعرف الدول الغربية الدول العربية عفوا استجابت للتجربة ازاي احنا عارفين ان التجربة بدأت اولا بمين بدأت اولا بلندن وبعد لندن جات ايه الولايات المتحدة الامريكية طب الدول العربية ما تأخرتش طب ليه هل الدول العربية كنوع من التقليد زي احنا مثلا حاليا ما نعرف ان فيه مثلا بعض الشباب ان فيه البنطلون ده طلع موضة مش عارف في فرنسا هنا وده جاي من بره نجري نلبس الموضة دي بدون ما نشوف الموضة دي بتتلاءم مع تقاليدنا وقيامنا ولا لا لا الدول العربية هيبقى هنا باتكلم على مستوى حكومات والتقليد يبقى للافراد لكن الحكومات لا تقلد ولكن الحكومات تسعى للارتقاء بايه بشعبها طب ايه اللي حصل ادي اللي حصل هو ان هنا تأسست برامج التعليم بالمرسل عام 1844 دي بنتكلم على مين بنتكلم على الولايات المتحدة الامريكية ولم تتأخر التجربة العربية خد بالك ده ده برضو جزء من القطعة اه التجربة العربية ما تأخرتش ليه عن مسيلاتها الغربية ليه بقى بيقولك حيث ادركت الحكومات اهمية قيام الجامعات المفتوحة ودورها في توفير مقاعد للدارسين بتكلفة اقل من الجامعات النظامية وتعليم فعال ايه اثره ادي الاجابة بتاعتي اهي لان الحكومات العربية ادركت خلاص قيام الجامعات المفتوحة ودورها في توفير مقاعد لقيت التجربة حلوة انها بتوفر مقاعد للدارسين بتكلفة اقل من الجامعات النظامية وتعليم فعال اثره كده أنا جبتلك قطعة متحررة مع الدرس الأساسي عشان يبقى تدربنا كده عن نظام الامتحانات وعايزكم تتابعونا باستمرار الحلقات اللي جاه يبقى فيها امتحانات إن شاء الله كاملة على موضوع النظام الإيه الجديد أشكركم أبناء الأعزاء بشكر أبناء اللي اتصلوا واستفساراتهم الجميلة وبشكر زملاء العاملين في قناة مصر التعليمية على جهدهم الوفير وأدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوق ومن كل داء وأن يكون النجاح حلفكم دوما أيها الأبناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته